بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان أدى سمائة وخمسة وخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله يشرح الكتاب في هذه الحلقات صعب الوضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئات كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم حياكم الله وبركاته فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأكثر المشاهد بعد حديثه عن عياد المكانية المبتدعة والمزارات والقبور قال وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب أي ما لا يثبت فإن القبور الصحيحة والمقامات الصحيحة قليلة جدا وكان غير واحد من أهل العلم يقول لا يثبت من قبور الأنبياء إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا كما مر في آخر الحلقة نعم السابقة أن أكثر المقامات والمزارات والآثار المزعومة التي جعل المخرفون حولها دعايات كبيرة ودعوا الناس إلى زيارتها والتردد عليها أكثرها لا أصل له وإنما هو مكذوب ولو ثبت أن له أصلا فكما سبق لا يقتضي الغلو فيه والتبرك به والتمسح به ولا حتى زيارته إلا ما شرع الله جل وعلا ورسوله زيارته للزيارة الشرعية كما يأتي فأكثر هذه المزارات وهذه القبور أكثرها مزعومة ومكذوبة ولو ثبت أن منها أن منها شيئا صحيحا فإنه لا يجوز الغلو فيه ولا يجوز الاعتقاد في أنه ينفع أو يضر وإنما هو ميت والميت انقطع عمله لا يملك لنفسه شيئا وهو ميت لا يقدر على دعاء لا يقدر على صلاة لا يقدر على عبادة لأنه ميت مرتهن في قبريه كل نفس بما كسبت رهينة فالواجب أن من كان من المسلمين أننا ندعو له ونسلم عليه وندعو له فقط لا أن ندعوه ونستغيث به لأنه مخلوق أيضا هو أقل منا لأنه ميت ونحن أحياء ونحن أقدر على العمل منه فهو دوننا في القدرة أما في الفضل فقد يكون أفضل منا ولكن لا يقتضي هذا أننا نعظمه وأننا نطلب منه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بين الصحابة وبين خلفائه الراشدين وما كانوا يطلبون منه شيئا ولا يطلبون منه الدعاء وقت الحاجة ولا يستفتونه في المشاكل وإنما كانوا يتدارسونها بينهم ويلتمسون لها الحلول وكانوا إذا أجدبوا طلبوا من العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم للسقية وهم يؤمنون على دعائه وما كانوا يذهبون إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الأنبياء وقبره أفضل القبور ولكن نحن نقف عند حدود الله سبحانه وتعالى ولا نتماشى مع الدعايات والضلالات الشيطانية أو الجهلية وإنما نقف مع حدود الشرع حدود الله عز وجل فأكثرها مكذوب وما ثبت أنه صحيح فإنه لا يجوز الغلو فيه ولا يجوز اعتقاد أنه ينفع ويضر وأنه تطلب منه الحاجات أو الشفاعة الشفاعة إنما تطلب من الحي والشفاعة معناها الدعاء دعاء الله جل وعلا فيطلب من الحي أن يدعو الله أما الميت فلا يطلب منه شفاعة ولا يطلب منه أي شيء إنما هذا في حال الحياة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله وغيره قد يثبت غير هذا أيضا مثل قبر إبراهيم الخليل عليه السلام نعم فيه إن قبر أن الخليل عليه السلام مات في المغارة مغارة الخليل التي تسمى الخليل الآن وأنه مات في هذه المغارة لكن لم يتحدث قبره في مكان معين منها نعم قال رحمه الله قد يكون علم أن القبر في ذلك الناحية لكن يقع الشك في عينه نعم نحن يغلب على الظلم أنه مات في هذه المغارة ولكن عين القبر ومكان القبر من هذه المغارة غير معروف وهذا لله فيه حكمة لأجل منع الغلو ومنع التبرك به فالله أخفاه لحكمة نعم ككثير من قبور الصحابة التي بباب الصغير من دمشق فإن الأرض غيرت مرات قبور الصحابة قبور الصحابة رضي الله عنهم الصحابة انتشروا في الأمصار بعد الفتوحات للتعليم والدعوة وماتوا هناك ودفنوا هناك ولا تعلم قبورهم على التحديد إلا قليلا ولله بذلك حكمة وما كان المسلمون يعتنون بمعرفة هذه القبور وتحديدها لأن هذا الشيء غير مشروع نعم قال فتعيين قبر أنه قبر بلال أو غيره لا يكاد يثبت إلا من طريق خاصة وإن كان لو ثبت ذلك لم يتعلق به حكم شرعي مما قد احدث عندها نعم فقبور الصحابة لا شك أنهم ماتوا في تلك البلاد وأنهم دفنوا ولكن تحديد قبورهم هذا غير ثابت ولو ثبت لا يجوز الغلو فيها وفعل ما يفعله المخرفون عندها من الدعاء والصراخ والتمرق عليها وأخذ من ترابها وغير ذلك لأنها قبور وهم مخلوقون وأموات إنما الذي يدعو يدعو الله سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى فكيف ينصرفون عن الحي الذي لا يموت إلى غيره من الأموات هذا من انتكاس الفطر ومن تغير العقول ومن تسويل الشياطين نعم قال رحمه الله لكن الغرض أن نبين هذا القسم الأول وهو تعظيم الأمكنة التي لا خصيصة لها إما مع العلم بأنه لا خصيصة لها أو مع عدم العلم نعم الغرض هو بيان أن هذه القبور سواء ثبتت أو لم تثبت أنه لا خصيصة لها وإنما هي كسائر قبور المسلمين لا خصيصة لها بالتعظيم والغلو ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته وهذا يعم قبور الأنبياء وغيرهم كلها تسوى فالقبور سوى قبور المسلمين لا ميزة لبعضها على بعض وكذلك سائر القبور أنت إذا وقفت على المقبرة لا تميز الملك من الصعلوك لا تميز العالم من غير العالم لا تميز الصالح من غير الصالح كلهم صاروا تحت التراب لا ميزة لبعض ولو كان في تمييز بعضهم على بعض فائدة لا أمرنا الله بذلك ولا شرع تمييز قبور الصالحين والله هو الذي سوى بينهم في هذه التربة مما يدل على أنه لا يدعى لا يطلب من الأموات شيء نعم سألنا لكم قال رحمه الله أو مع عادة العلم بأن لها خصيصة إذن العبادة والعمل بغير علم منهي عنه نعم العبادة كما سبق وتكرر أن العبادة مبنية على الدليل من الكتاب والسنة وليست بالاجتهادات أو بالاستحسانات إنما هي حسب الدليل الصحيح ولذلك يقولون العبادات توقيفية العبادات الأصل فيها المنع إلا ما شرعه الله ورسوله نعم إذ العبادة والعمل بغير علم منهي عنه كما أن العبادة والعمل بما يخالف العلم منهي عنه نعم فالعبادة لا بد لها من دليل يثبتها فإذا ثبت الدليل فالعبادة بغير ذلك الدليل أيضا منهي عنه فلا عبادة إلا بدليل ولا عبادة زائدة عن مقتضى الدليل نعم قال ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين لما أهمل ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دينها المعصومة عن الخطأ قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي فلو كان العناية بالقبور والتوجه إليها وتحديد أمكنتها لو كان هذا من الدين لبينه الله ورسوله نعم فإذا لم يبين الله ورسوله شيئا من ذلك ذل على أنه ليس من الدين وليس مطلوبا مننا لأن الله جل وعلا قد حفظ هذا الدين من الزيادة والنقصان قال تعالى أولا أن الله أكمله الحمد لله وثانيا أن الله حفظه فقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فما زاد عن الذكر المنزل فإنه كذب وبدعه وإن قاله من قاله أو خطأ اجتهادي أو خطأ اجتهادي ليس كذبا وإنما هو خطأ في الاجتهاد نعم أحسن الله عليكم قال رحمه الله أكثر ما تجد الحكايات المتعلقة بهذا عند السدنة والمجاورين لها الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله إنما تجد الترويج لهذه الأمكنة وهذه القبور وهذه الآثار المزعومة إنما تجدها عند فريقين من الناس يتأكلون بها الفريق الأول السدنة والخدم لها فإنهم يحثون على التبرع لها ووضع الدراهم في الصناديق المعدة لذلك لأجل أن يقتسموه فيما بينهم والفئة الثانية أصحاب التأجيرات الذين يؤجرون الفنادق أو الشقق أو السيارات ويزورون يسمون بالمزورين يريدون سلب أموال الناس القادمين إلى تلك البلاد ليأخذوا أموالهم بتنقلهم من هنا وهناك ويحرموهم من الجلوس في المسجد الحرام والمسجد النبوي والعبادة والدعاوة والتضرع والصلاة يصرفونهم عن ذلك وهم إنما جاءوا من بلادهم وتركبوا الصعاب ليطلبون الخير ولكن هؤلاء يصدوهم عن الخير إلى الشر والعياذ بالله نعم قال رحمه الله وقد يحكى من الحكايات التي فيها تأثير مثل أن رجلا دعا عندها فاستجيب له أو نذر لها إنقضى الله حاجته فقضيت حاجته ونحو ذلك تقدم لنا أن أهل الخرافات ليس لهم دليل صحيح وإنما عندهم شبهات يبنون عليها إما أن تكون حاديث مكذوبة فهم يطورونها وينشرونها وينسبونها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يضلوا الناس بها أو يتأكلوا بها وإما أن تكون حكايات سمعوها بأن يقال إن القبر الفلاني ينفع أو يضر وأن فلانا جاءه فدعاه واستغاث به فأعطي حاجته أو يقولون إنه رؤي في المنام أن الرسول وقف في هذا المكان أو الصحابي الفلاني أو الرجل الصالح رؤي في هذا المكان فيحوكون حوله دعايات مبنية على ضلالات وعلى افتراءات ولا حوله ولا قوة إلا بله نعم قالوا بمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام نعم أن أصنام إنما عبدت بهذه الحكايات وهذه الخرافات أنها تنفع وأنها تضر وأنها فيها بركة وأنها وأنها فعبدها الناس وهي أصنامي شوهونه أصنام حجارة منحوتة أو بنا ينحتونه بأيديهم ثم يعبدونه قال إبراهيم عليه السلام فتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون هم ينحتونه ثم يعبدونه كيف تعبده وأنت الذي صنعته وأنت الذي كونته نعم قال فإن القوم يقول بمثل هذه الأمور كانت تعبد الأصنام فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان ورب نعم هذا سبق إن الذين يعتون للقبور أو للأصنام قد يسمعون أصواتا ويقولون هذا صوت الولي أو صوت الميت وهو بالحقيقة إنما هو صوت الشيطان ليغرر بهم الشيطان يتكلم بلسان الميت أو يظهر بصورة الميت ويخاطبهم فيقولون هذا هو الميت دعوناه فاستجاب لنا وهو الشيطان الحقيقة نعم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوثان وربما تقضى حوائجهم إذا قصدوها وربما أنه إذا طلب حاجة تقضى له وهذا كما يبينه الشيخ أن حصول الحاجة لا يدل على صحة العمل فالحاجة قد تحصل بقضاء وقدر لا بسبب الدعاوة والاستغاثة بالميت وإنما الله قدر له هذا الشيء ثانيا أن الله قد يعطيه هذا الشيء فتنة له واستدراجا له واستدراجا له وثالثا أنه قد يستجاب له بسبب حاجته واستغاثته والله يستجيب للمشركين إذا دعوه في البحر في لجة البحر وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين لأي ننجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين وهو ولأنهم أخلصوا لأنهم أخلصوا له الدعاء في هذه الحالة والله جل وعلا قال أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء فهو يكشف السوء ويجيب المضطر ولو كان كافر نعم الحمد لله سبحانه الله قال وكذلك يجري لأهل الأبداد من أهل الهند وغيرهم تقدم لنا أن الأبداد جمع بيد أو بود وهو الصنم المعبود عندهم أو البنية المعبودة نعم وربما قيست على ما شرع الله تعظيمه من بيته المحجوج والحجر الأسود الذي شرع الله استلامه وتقبيله كأنه يمينه والمساجد التي هي بيوته نعم بعض الجهال أو الظلال يقيسون هذه الأمكنة على الأمكنة التي شرع الله أن تعظم وأن يعبد عندها فيقيسون هذه المشاهد على المسجد الحرام ويقيسون البنية التي على القبر على الكعبة المشرفة ويقيسون هذه الأمكنة الخرافية على الأمكنة الشرعية وهذا قياس باطل هذا قياس باطل وسيبين الشيخ أن الأصنام إنما عبدت بالمقاييس مقاييس العقلية فهم يقيسون ما شرعوه هم على ما شرعه الله سبحانه وتعالى وهذا من الباطل والقياس الفاسد وأول من قاس إبليس إبليس لعنه الله قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فهو قاس قياسا باطلا أن الطين خير من النار وليس الأمر كذلك الطين خير من النار الطين ينبت الطين ينتفع به في 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 الزرع في البنى في غير ذلك أما النار فإنما هي محرقة ومتلفة فقط نعم قال وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس وبمثل هذه الشبهات حالة الشرك في أهل الأرض نعم المقاييس الباطلة مثل قياس إبليس أنه لما خلق من النار فهو أفضل من آدم الذي خلق من الطين وها لقياس معكوس وباطل كما ذكرنا وكذلك الشمس والقمر إنما عبدت بالمقاييس في قياسها على على الخالق سبحانه وتعالى وأنها تدبر وأنها يحدث عند طلوعها وغروبها أشياء وهي بتقدير الله وليست بتقدير هذه الكواكب نعم وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخير فإذا كان نذر الطاعات المعلقة بشرط لا فائدة فيه ولا يأتي بخير فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع النذر هو التزام هو التزام ما لم يجبه الله عز وجل من العبادات التزام عبادة لم يجبها الله ورسوله فهذا النذر منهي عنه قال صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير يعني لا تظن النذر الخير اللي حصل لك بسبب النذر الذي نذرته لله أو نذرته حتى للقبر النذر لا يأتي بخير الخير والشر هو بيد الله سبحانه وتعالى والنذر منهي عنه عن الدخول فيه لكن من نذر وكان نذره نذر طاع فوجب عليه الوفاء به ومن نذر نذر معصية فإنه لا يجوز له الوفاء به كما قال صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه فالنذر بعد صدوره إذا كان نذر طاعه وجب الوفاء به قال تعالى يوفون بالنذر قال تعالى وليوفوا نذورهم قال تعالى وما أنفقتم من نفقه أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه فقرنه مع النفقه الصدقه وهي عبادة فيكون النذر عبادة لا يجوز لغير الله مع أنه غير مستحسن هو عبادة لكنه غير مستحسن الدخول فيه فليعبد الإنسان ربه على سعة ويكون أما إذا نذر لزمه الوفاء وقد يكون النذر صعبا كما يحصل من الناذرين ثم يلتمس المخارج وهو الذي يوقع نفسه في ذلك قد يكون نذر صيام سنة صيام شهرين قد يكون نذرا صعبا فلذلك النذر لا يأتي بخير وليس حصول الخير بسبب النذر كما يظن بعض الناس إنه النذر حصل له الخير وما نذر لم يحصل له شيء النذر الخير والشر بيد الله ويجريان بمقادير من الله سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله فإذا كان النذر الطاعات المعلقة بشرط لا يفائدة فيه ولا يأتي بخير فما الظن بالنذر لما لا يضر ولا ينفع فما الظن بالنذر لستنم والنذر للقبر النذر لغير الله سبحانه وتعالى ولذلك من نذر لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر مخرج من الملة لأنه عبد غير الله لأن النذر عبادة فإذا نذر للقبر فهذا عبادة قد عبد القبر وأشرك بالله سبحانه وتعالى وما أكثر النذور الشركية الآن فما بنيت هذه الأضرحة وهو إلا بهذه الأسباب الشريرة إنما بنيت على الأموال التي تدفع لها باطلا كالنذور تبرعات غير ذلك نعم حسن الله عليكم قال وأما إجابة الدعاء فقد يكون سببه اضطرار الداعي وصدقه هذا الجواب عن شبهة أنه قد يحصل لبعض من يرتادون هذه القبور وهذه الأضرحة والأمكنة تحصل لهم مقاصدهم قال الشيخ هذا ليس دليلا لأنه كما سبق تقضى حاجته إما من باب الاستدراج له وإما من باب أنه صادف قضاء وقدرا سابقا لا من أجل مجيئه إلى هذا المكان وإما من أجل أنه مضطر والله يجيب المضطر إذا دعاه نعم قال وإما وقد يكون سببه مجرد رحمة الله له نعم وقد يكون أمرا قضاه الله لا لأجل دعائه نعم وقد يكون له أسباب أخرى نعم مثل الاضطرار كما ذكرنا نعم وإن كانت فتنة في حق الداعي نعم فإن نعلم أن الكفار قد يستجابوا لهم فيسقون وينصرون ويعانون ويرزقون مع دعائهم عند أوثانهم وتوسلهم بها وقد قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا فالله يعطي الجميع المؤمنين والكفار وليس ذلك دليلا على رضاه سبحانه وتعالى فإن كان عطاءه مع طاعة المعطى وعبادته فهذا دليل على رضى الله سبحانه وتعالى وإن كان عطاءه مع كفر المعطى وعصيانه فهذا استدراج ودليل على أنه من غضب الله عليه نعم وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم راق وأنه كان رجال هذا من كلام الجن الذي حكاه الله عنه في سورة قل أوحي إلي كان رجال من الجن من الإنس يعودون أي يعني يلجأون إلى رجال من الجن من عالم الجن يدعونهم من دون الله عز وجل فزادوهم رهقا الجن وزادوا الإنس رهقا أي خوفا لأنهم تسلطوا عليهم بسبب دعائهم لهم فحصل لهم نقيض مقصودهم قالوا أسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها ليس هذا موضع تفصيلها وقيل زادوهم رهقا أي أن الإنس زادوا الجن رهقا حيث أعجبوا بأنفسهم وقالوا إن الإنس يخافون منا فأعجبوا بأنفسهم وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة وإنما قالوا أسباب المقدورات فيها أمور يطول تعدادها ليس هذا موضع تفصيلها وإنما على الخلق اتباع ما بعث الله به المرسلين والعلم بأن فيه خير الدنيا والآخرة أنت لا تنظر إلى ما يحصل للمشركين من النعيم أو من النعمة وزهرة الدنيا ومن حصول مقاصدهم عند القبور أو عند الأضرحة لا تنظر إلى هذا انظر إلى الأساس الذي بنوا عليه فإن كان أساسا صحيحا ولا صحة لما عليه المشركون وإنما هذا في حق المؤمنين فإن كان أساسا صحيحا فهذا دليل رضى الله سبحانه وتعالى وإن كان أساسا باطلا فهذا دليل غضب الله سبحانه وتعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره هرطة فأنت تنظر إلى الأساس ولا تنظر إلى ما يحصل بيد الناس انظر إلى الأساس هل هو أساس صحيح أو أساس باطل باطل اجتنب بالباطل واخذ بالسبب الصحيح هذا هو مقتضاء العقل ومقتضاء الدين فالحاصل أن الأسباب التي يحصل بها للناس مقاصدهم كثيرة منها ما هو حق ومنها ما هو باطل نعم أحسن الله لكم قال رحمه الله ولعلي إن شاء الله أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر أسباب هذه التأثيرات التي يجدها من يلجأون إلى غير الله سبحانه وتعالى ويحصل لهم تأثيرات زيادة على ما ذكر الشيخ هنا وعد بأنه سيبينها في موطن آخر من كتبه نعم ربما في كتاب قائدها جليلة في التوصل أو وسيلة منها ذلك نعم منها ذلك أحسن الله إليكم شيخ ومنها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله كان معنا صاحب الفضيل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم وهذه بالختاب تحية مهندس الصوت أخي عثمان بن عبد الكريم أجويبر حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته